موسيقى حياكم الله من جديد مشاهدينا كرام تشكل هواية جمع الأشياء القديمة والمقتنيات النادرة متعة وإثارة حقيقية كما أنها تتنوع وتختلف من جامع لآخر حسب المصنفات والفترات الزمنية التي وجدت خلالها ولكن أكثرها قيمة هي تلك التي ترتبط بالتاريخ الإنساني والتراث الشعبي والحضاري للأشخاص طبعا والحضارات بحيث تؤرخ لحقبة ما وتستقرئ أسلوب الحياة لتلك الحقبة أو لتلك الفترة عن اقتناء التحف والنوادر يصرنا استضافة أحد الهواة لجمع المقتنيات التراثية وكيفية إدخال بعض التعديلات بأسلوب عصري والتقني حديث نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ نادر بن بخيت صاحب مشروع نسايم الماضي الله يسلم شو يحييكم إن شاء الله اسم على مسمى حقيقة مسمى في العمل بمعنى أنك إنت اسمك نادر ومقتنياتك نادرة الله يسلم شو يطول بأملك خلنا نتكلم عن فكرة هو طبعا أصبح مشروع هي هواية وتطورت إلى مشروع لكن خلنا نتكلم عن فكرة مشروعك اللي هي تطوير الأشياء القديمة وإدخال تكنولوجيا حديثة عليها بالنسبة للأشياء أنا فكرت كيف طبعا نحنا كنا نبيعها من غير أي شيء في الناس خلاص تشبعت منها فكيف أنت دخلينها ثاني مرة للبيوت لازم بيكون بطريقة تقنية جديدة فطبعا اتبعت مقولة سيدي صاحب اسمه شيخ محمد من الراشد اللي هو الابتكار ففكرت فيها فقلت ليش أنا ما أطور فيها ورجعها ثاني مرة للبيوت وفعلا أول ما بديت بديت في مشتختة اشتريت مجموعة طلعت واحدة خربانة فقلت هاي الخربانة هالحين ليش مزعجتني خربانة ليش طبعا هم ما بيرجعها فبتكرت أنا كنت أشتغل على الرواد وأبيعها طبعا اللي هي الروادو نفس الروادو هاي القديم بس محدث جديد فقلت كيف الفكرة أني أنا أركب على المشتختة طبعا طول الليل قاعدت أفكر كيف قلت لازم أوصل للحل أنا قاعدت عليها ثلاثة أربع أيام بس ومخرجنا أستاذ غازي يحط بس زوم على الروادو القديم هذا حتى ياخذ المشاهدين فكرة لو تلفت شلي صوب الكاميرا هاي نعم ازين فأنت أخذت الفكرة طبعا يومين قاعدت أفكر كيف أنا توصل للفكرة هاي نعم وأربع أيام في التنفيذ قصيت الروادو قصيته وطلعت الوايرات وكل شي يعني تشوفينها مرمي زين فطبعا جبت المشتختة قلت كيف أنا أحطها هاينا المشتختة اللي هي هاي اللي عندنا نعم اللي هي هاي اللي عندنا صوبنا هاي نعم فرحت أخذت القياس طبعا القياس وقصيته نعم ركبته طبعا من الخلف اللي هو البتري والكهرب رحت مطبقها تحت بقت السماعات عادي احترت وانا حطها شفت فيه في الجوانب فراغ فرحت حطها فيه وسويت الفتحات وطلعت زي ما انتي شايفها يعني المشتختة هذه لو نقدر بس نعرضها هي نسخة تراثية معدلة هي نسخة تراثية قديمة طبعا هذي من الستينات وما بعد الستينات يعني نعم ويعني انت حطيت الرادو هذا جزء من الرادو اللي هو قصيته بالنص قصيته من النص وركبته هنا وحطيت فيه هذا طبعا السماعات في الجوانب يعني لو الكاميرا قريبا بفتح لتش تشوفين المصارين كلها جوه نعم تفضل 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 اذا بغيت تتحرك معلي تحركه روينا مو مشكلة هي نعم طبعا بعد ما قصينا هي في الكاميرا يبين كده هي نعم يبين الكاميرا تفضل بس اشرح لنا انت فالراديو ركب قدام والسماعات في الجنب هنا طبعا سويتها بدريل الفتحات هاي سويتها بدريل فطبقتها وثبتها والبتري والشغال هو يشتغل يشتغل فيه صوت هاي هذي البطارية تحت هاي البطارية تحت ما ماينة فكله يشتغل حتى المشتخطة تشتغل بس نسمعنا شوي الصوت هذا طبعا اللي هو الراديو هاذا الراديو ايه اذا بغيت الفلاش والممر بس لتشوي صوب المشتخطة صوبنا شوي الفوق هي خلنا ما يضيع الشكل هاذا الراديو ايه هاذا الراديو هاذا اللي هو اللي هو الفلاش الفلاش هاي حطيت فلاش ممور هو عادة فيه تقدرين تغيرين تقدرين هاي ويشتغل بالريموت طبعا بعد ايه اللي هو الفلاش بالريموت يشتغل من بعد هاي مش تخته بالريموت مش تخته بالريموت تقنية جديدة طبعا طبعا انتي لو حبيتي مثلا تسمعين اشرطة قديمة مطربين قداما ما تبغين هذا في اتشاذة الاخبار ما اخبار والحاجات وفوق يشتغل هذا طبعا عماني طبعا نحن نعبي نتعبيه شو اهي قصد تعبيب هذه زي السيارات القديمة في الخمسينات كانوا بالهندل صح فتفتحين البريك في له بريك تجيبين الابرة بتركبينها هذا محمد السلطان عماني بس الصوت ندسر شوية عشان يطلع صوتنا للمشاهدين ما يتقصر اه خلص اذا انت الحين عدل دخلت التكنولوجيا دخلت اليو اس بي ودخلت الرادو المعدل نعم وفي واير بعد ورا المشتغطة هذا اللي هو الاريال طبعا المشاهدين ما يشوفون نرفع هذا هذا عشان الاريال الارسال فقط لا غير هو رسالة قوي يجيب الاذاعات كلها يجيب الاذاعات كلها يجيبها حالو بس هذا على اساس بعض الاماكن يكون فيها ضعيف الارسال فيها في الترفعين هذا يصفيه كعملية تصفية بس والله يعطيك العافية حقيقة يعني انت هدفك الاساسي كان انه حبيت ان الناس يشترون مرة ثانية التحف القديمة يعني كان فيه عزوف لحطنا في عزوف الهدف الاساسي منها مش ربحية لا لانها انت اندثرت من البيوت فكيف تدخل ثانية مرة للبيوت فقمت بعملية هاي نعم عندي بعد الربابة هي ورين الربابة خليني انا احب اكون عملية حقيقة الربابة نفس العملية يعني هذي مني يستخدمها يستخدمونها البدو ايه طبعا ما احد يشتريها فانا بقت كم واحدة منها طبعا طبعا اللي عندها اللي عندها خيمة نعم هذي الكاميرا نعم اللي عندها خيمة اه اصبحوا ياخذونها ويعلقونها ديكور ديكور زينة زينة نعم ومنها الزينة بعد انتي احيانا هم يسوون غشمرة مع بعض اه فيبون يعزفوني سوا واحد كنا مشاركين في المرموم واخذها عندما هناك نعم وجلس يسوي فيها وقالوا سعيد يعزف ربابة ما يدروا ان فيه يو اس بي ربابة بيو اس بي سمعنا طبعا هذا الفنان الكندي اماراتي هي بس انت عاد بتمسك القوس وتعزف وشنك انت بس ما حد يدري يعني كأنه انا بتقعدين تتكلمين هذه الفكرة اللي يطولي بعمرت طبعا خشت البيوت دخلت اي بالطريقة هاي ليش اللي عندها خيمة بياخذها بيعلقها احيانا يسوون نكت على بعض مقالب على بعض واللي عنده ركن تراثي في بيته ركن تراثي ايه هي لا انا طبعا طبعا فيه ناس ياخذونها عندهم عنده ركن تراثي في البيت نعم فيه بيحطها طبعا المركب غني عنه التعريف اللي وهذا مركب وانا دخلت فيه الفكرة الموماري واليو اس بي نفسها نفس المشتحدة يريت بس لو نرفع شوية خلي المشاهدين يشوفونا اهي لو سمحت لي يعطيك العافية ان شاء الله طبعا اللي اول كان عندي واحد مسويه اهي هذا خشب عادي فحفرت له هنا وركبت له اليو اس بي داخل وسويت له فتحات اللي هي السماعة من هنا شي شو الا شي استغربوا ها الحين اول كانوا يشترونه يحطونا زينه في المجالس في البيوت زينه اهي بعد كده وقف فترة فطبعا هذا كله خشب تيك يبغا له حفر فانا سويت له قاعدة وركبت فيه اليو اس بي نسمع؟ ولا هم متحاضرين صوت موج ولا صوت نوخ هذا؟ نعم أصوات بحارة طبعاً يغير هو النغمات النغمات أفكار طيبة والله هل أنت الرائد في الفكرة هذي في الدولة ولا أحد غيرك سبك؟ والله ما أحد سبك الصراحة الصينيين ما سبقوا طرح الصينيين نهاوين هالسواع لا الصينيين سبقوني في حاجة واحدة يعني في شو؟ تخبرين في الستينات كان ما فيه هيتر فكان فيه كان موجود معي هنا اللي هو صخان كانوا يجبون اللي هو الكلك أو الدرام نعم ويحطون هذا فيه نعم يحطونه في الكهرب بتسخن الماء يأخذون يسبحون فيه غسلوا منه وهذا نعم طبعاً تعرفين الرحالة أحياناً ينسون مثلاً نسا غوريل تشاي نسا هذا ففكرت كنت أتكلم عند واحد صيني سر على لقط الفكرة وراح سوها على بتري السيارة يهو على الكهرب سرق الفكرة يعني نيه سرق الفكرة وحطها نفس هذي هذي لسا ما حد يعرف عنها شيء اللي هي المشتختة هذي المشتختة الصغيرة هالجدامي نحين خلنا نرفعها على الكاميرا هذي هذي شو حط نتكلم عن هذيك بعدين نرجع لهذا هاي نعم فراح سواها نفذها وجابها نعم نزلها بس هي عند واحد بس شخص واحد فاتصل فيني قال لي تعالي جيت وراني إياها يعني مسويها على البتري طبعاً اللي يطلعون رحلة ويطلعون للبار يمكن ينسى الغوري ينسى شيء ينسى هذا بيحطها على البتري وبيصخن الماء يقول ما بغى أولع حطها بو شيء وقلت لي شيء بعد عندك أفكار أخرى نتكلم عنها قد بعد قليل لكن خلينا نتكلم على هذي هذي طبعاً كنت أبيع فيها في المعارض نعم وخاصة في المدارس فترة وقفت مبيعاتها خلاص تشبعت في السوق نعم فكيف شو الفكرة أنا أسويها عن هنا يو اس بي ترى فرحت مدخل فيها اليو اس بي أضغط على أيزر الأسود الصغير الأسود الصغير طبعاً في قرآن كريم في قرآن حطيتها قرآن داخل لأنها فيها بركة بعدين إذا طلعت عن نور فيها بركة لها هذه الأطفال قلت لي أول كنت مسجل فيها للأطفال بس الحين تغيرت الفكرة لأن المخرج تعرفين أنت سعيد نعم اللي هو مخرج شعبية الكارتون كان زايرنا في أحد الروضات للمدارس في دبي فشاف هذه وشاف الأطفال فيها فمساكن على جنب عطاني الفكرة قلت له الفكرة موجودة بس التنفيذ قلت له التنفيذ لا حيكون أكبر من هذه وأصغر من هذه يعني نفس المجسم الحقيقي القديم وبدخل في شيء ما أتكلم عنه يبدو لي أن يقتنصون أفكارك إذا الصين خذت أفكارك أنت تعرفين أنت اختراعتي اختراع وبتوصلينها يعني هذا الاختراع على مستوى الدول العربية والأوروبية على فكرة أنا ممكن أشرح له بس على الهواء ما أقدر والمبخرة المبخرة الله يسلمت جاتني فكرة يوم فتحنا المحل طبعاً كانوا يشترون الناس وقفت هي كلها على فكرة أنها وقفت ليش فرحت مسوي فيها مدخلة من جوه على الكهرب وليت داخل مسوي لها ليت هي ممكن نشوف إذا سمحت نعم بس ما تيجي دام الكاميرا هي ما هالصبب لو سحنا خلي المشاهد طبعاً هذا حطينا الفحم هنا الفحم حقيقي الفحم حقيقي مش ديكور لا لا هذا حقيقي بس ديكور زي وضعنا البخور هنا بس ياخذ لفترة عشان يطلع وركبنا فيه ليت الكاميرا تشوف نعم نعم خلي بالك سلمت هي حطيت شو الهدف من الليت اللي حطيته داخل الليت على اساس هو الليت يعطيتش لما يطلع الدخان يعطيتش شعاع وفي نفس الوقت الدخان يوم يطلع والليت موجود بتشوفينه كأنه نار نعم يطلع كأنه نار خلي بيولعها الحين هو براحة ويعطي ديكور حلو بعد ويعطي ديكور حلو وانت حاطت بخور داخل داخل فيه دخون داخل هي شوي بس تشوفينه يطلع نزيل فيوم يطلع الدخون هي مع الليت تشوفينه كأنه نار تشتعل وصار عليهم اقبال اقبال التعديلات والله هذي لسه ما بعت منها شي خليها تاخذ راحتها لما يطلع الدخون وبنركز بادي بادي يطلع عليها شو بعد عندك من الأفكار عندي نحنا كنا نشارك في مدارس نعم علشان نوصل لهم فكرة كيف كانوا أول السويشات ما الليتات قديما شو كانت أول كنت أجيبها يعني مفرد مفرد يقلك هذا وش ويسأل وش أقل له كذا وكذا وقعد أشرح له الطفل أحيانا يستوعب أحيانا ما يستوعب فعملت الفكرة هذه اللي هو باب ونافذتين يعني كالتجميل هو يعرف إن هذا سويش هالحين سويش كهرة بقى سويش كهرة بس الغريب فيه في ليت كيف يقلك في ليت ليش في ليت نعم أنا بس على أساس أوصل فكرة للأطفال إنه قديما شو كان وحديثا شو وصلنانا طبعا هنا حطيت الكاميرات شو؟ لمبة هاي موجودة الكاميرا موجودة نعم بس شو اللي مشغل اللمبة أنت ما تتوقعين اللمبة هذي شو يشغلها إلا كهرب مفروض بس أنت كيف شغلتها؟ نعم أنا شغلتها ببتري عادي بتري عادي نعم البتري العادي البتري اللي هو دبل ايه موجود هنا عيوة فيه اشتغل علي إن شاء الله يعني أفكار نحنا بتدخلنا في الكواليسة عندك أفكار ثانية بتقولنا عنها بعد عندي أنا أشياء كثيرة إن شاء الله هذا طبعا من الراديو نعم اللي يمركب هنا البوكس ما للراديو نعم كلمنا على صوت اللبن أي اللبن اللي هو اللبن نعم فكيف أنت تشدين الناس انتباه الناس أنا كنت أعرض يعني أنا في كل مكان يعني أنا أشارك مع جمعية مع مؤسسة شيخ محمد تنمية المشارع الصغيرة فلما يكون في معرض يتصلهم فيني أطلع ونروح أعرض عرض أحيانا اللي هي تراثي دزة العروس المعرس والعروس والملابس التراثية ف شو نتكلم عنها كنا؟ عن اللبن عن اللبن نعم كان عندي سقا نعم يعني مسويه أنا من زي ما يسوون أول من دعون النخل نعم بعت واحد بعت الثاني الناس خلاص وقفوا أنت كيف تشدين انتباه الناس عندك فرحت مسوي فيه ممري صوت الخض اللبن خض اللبن نعم فيه يطلع الناس يجون يطالعون شو هذا؟ قلت له هذا اللي هو السقا قالوا مش معقور داخل فيه لبن لأنه أنا نافخة بجرايد نعم فباين أنه مليان نعم وباين أنه مليان نعم بس الصوت هذا قالوا أكيد فيه لبن نعم نعم ما يدروا أني أنا مركب فيه فوق فيه ممري ومنزل الواير وحط السماعة عند السقا نعم فالسماعة ما يشوفونها نعم إن شاء الله عليك فيه اللي يطلع الصوت توليفة رائع حقيقة بين الحديث والقديم الله يسلم حدثنا فقط يعني وممكن هذا السؤال الأخير وأبغيه يكون شامل عن كواليس العمل لتطوير هالمقتنيات هذه ومنو ساعدك هل أنك تتشتغل روحك ولا معك عمال هل أنت عندك مصنع ورشة في البيت كيف تشتغل أنا عندي أقعد في عندي ستور أجلس فيه في البيت طبعا المحل باسم زوجتي وأنا اللي أدير المحل نعم أنا وزوجتي أحيانا خاصة في هذا لأن أنا بسوي باسمها هي المشروع المشتغطة نعم طبعا باسمها هي لأن هي صاحبة المحل فلازم يكون فيه توثيق وإذا التوثيق مين الشركة الفلانية وطبعا باسمها هي نعم فالله يخليها الله يخليكم من بعض إن شاء الله يخليها إذن أنت وزوجتك اللي تسوون هالأفكار هذه هي تعطيني أفكار أحيانا نعم أطور منها أطور منها وأشتغل أنا بنفسي يعني أنا حقيقة ويت استمتعت بوجودك الله يسلمك ونتمنى لك التوفيق نسايم الماضي لكن بنكهة التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديثة نعم القديم بالحاضر نعم الله يسلمكم وأنا أشكركم شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة الحلوة هاي وأشكر وأشكر المعدين وراء الكواليس والمخرج الله يخليكم إن شاء الله إذن كان معنا مشاهدين الكرام المبدع المبتكر نادر بخيت وهذه المقتنيات الأثرية وصلنا للختام وفي الختام أتمنى لحضراتكم أمسية وليلة سائدة على أن ألقاكم بإذن الله تعالى وحلقة جديدة وبرنامج أماسي لذلك الحين سأودعكم من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته